أمت الله من العراق تقول أنا تخرجت من الجامعة و كل سنة يأخذون صور لكل المرحلة مع العميد وبقية الدكاترة للذكرى والجامعات عندنا مختلطة هل علي إثم إذا أخذت صورة معهم و في سؤال آخر حقيقة مشابه لهذا ذكرت أيضا أظنها الأخت بأن تبين بأن ساقها كان مكشوف يا أختي أمت الله أولا أخذ الصور ليس فريضة و ليس لازم و لا أمر واجب و لذلك ما كان في داعي أنك يعني تأخذين صور مختلطة مع الآخرين و ما تدري ما هي العواقف فيما بعد فالمرأة ما تصور مع الرجال كيف تصور مع الرجال كيف تصور مع الرجال صور ذكرى و سيحتفظ كل شخص بهذه الصورة أو تعلمين و يمكن الواحد لما ينظر في أحوال الناس يعرف بأن هناك أهل شر ممكن يستعملون هذه الصورة استعمال سيء يأثرون على حياتك الزوجية مستقبلا فأنت أطلب يا أختي الفاضلة من الجامعة أنها تشيل هذه الصورة أو تحذف صورتك هذا الأصل الأصل ما يجوز أنت تقول أن سألتين عن حكم ذلك ما يجوز كيف تصورين مع الرجال أجانب و مع شباب أجانب ما يمتلك بصلة و صورتك تنتشر في كل مكان لا ما يليق هذا استغفر الله و توبه إلى الله و اسأل الله عز وجل أن يجعل العواقب حميدة قول يا رب اللهم استرنا في الدنيا و استرنا يوم القيامة